أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد لا يزال الكلام في المسألة الثالثة والأربعين والتي تعرض فيها الماتن رضوان الله تعالى عليه لحكم الإفتاء وحكم القضاء بغير استحقاق يعني ذلك الشخص الذي لا يستحق الإفتاء ليس مؤهلا للإفتاء يتصدى للإفتاء هذا تقدم حكمه كذلك الذي هو غير مؤهل للقضاء يتصدى للقضاء يقول ولا الشهادة عنده الآن توصلنا إلى ماذا إلى أنه أساسا هو لا يحق له أن يتصدى للقضاء يحرم عليه القضاء كما أن حكمه ليس بنافذ ولا يجوز للمتقاضيين لا يجوز للمتخاصمين أو لأحد المتخاصمين أن يرفع القضية عنده يرفع القضية عند هذا القضي هذا كله تقدم الآن ماذا يقول يقول ولا الشهادة عنده الشخص الثالث الذي هو شاهد ليس من المتخاصمين ليس خصما وإنما هو شاهد على الحقيقة لا يريد أن يبين شيئا غير الحقيقة لكن لما كان نفس هذا المجلس نفس مجلس القضاء نفس الحكم القضائي حراما هذا القضاء كله هذه القضية التصدي لهذه القضية الحكم في هذه القضية حتى إحقاق الحق في هذه القضية كله حرام حينئذ الشهادة أيضا تكون حراما فالشهادة عند هذا القاضي الذي هو غير مؤهل للقضاء القاضي غير مؤهل للقضاء لا تجوز الشهادة عنده أيضا حتى الشهادة لا تجوز الشخص الذي رأى وعلمه وعرف الحق لا يحق له أن يشهد بالحق لأن شهادته بالحق كأنما والله العالم يبدو هذا الشكل من خلال ماذا من خلال سياقات الأدلة يبدو أن المنشأ والله العالم يعني حكمة لا أقل حكمة لا نستطيع أن نقول عل لعل حكمة التشريع والمنع من الشهادة ما هو؟ أن التصدي للشهادة يكون تقوية لهذا القاضي يكون كأنما إمضاء لقضاء هذا القاضي اعتراف بقضاوتي ومنصب هذا القاضي وهذا كله مرفوض هذا القضاء ينبغي أن يمنع هذا القضاء من غير المؤهل للقضاء ينبغي ماذا؟ أن يحجر ينبغي أن يمنع ألا يجاز بأي حال من الأحوال ألا يسمح به بأي حال من الأحوال هكذا يقول ولا الشهادة عنده الدليل ما هو؟ يقول السيد الشارح رحمه الله ظاهرا أن هذه المسألة مسلم بلا إشكال يبدو ما يبدو لا يبدو لا يظهر إشكال في هذه المسألة لماذا؟ يقول باعتبار أن في هذه الشهادة يحصل حالة تعاون على الإثم كيف؟ الآية الكريمة ماذا تقول؟ تقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان جيد هل أن هذا الحكم فصل الخصومة من قبل هذا القاضي غير المؤهل؟ هذا القاضي الذي هو ليس مستحقا للقضاء هذا القاضي الذي ليس بعادل هذا القاضي الذي ليس بمجتهد غير العارف بالأحكام الشرعية حينئذ حكمه حكم باطل قضاؤه باطل تصديه لهذا المنصب حرام إثم فإذا كان هذا الحكم حكما محرما تكون الشهادة معونة معاونة هذا الشاهد يكون متعاونا مع القاضي من أجل الوصول إلى حل القضية من أجل الوصول إلى فصل الخصومة من أجل الوصول إلى الحكم القضائي إذا صار هذا الهدف صار هناك تعاون بين الشاهد وبين القاضي القاضي يريد أن يصل إلى هذه النتيجة الحكم الشاهد أيضا ما المقصود من شهادته لنفترض إحقاق الحق بنظره هو باعتقاده إحقاق الحق كيف يكون بحكم هذا القاضي القاضي بالجور القاضي غير المؤهل فإذا كان كذلك يكون الشاهد معينا معينا للقاضي على هذا الحكم بالباطل على هذا الإثم والقاضي معينا للشاهد من أجل الوصول إلى فصل الخصومة وإلى ماذا إحقاق الحق بنظره واضح؟ بالتالي يكون حراما لأنهما تعاون على الإثم هذا الحكم القضائي إثم ولما كان هذا الحكم القضائي إثما حراما معصية فالتعاون عليه حرام بنص الآية الكريمة هالشكل صريح الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان طيب هل أن هذا الحكم القضائي من غير المؤهل هذا الحكم القضائي ماذا؟ جائز أو حرام؟ حرام بمقتضى ما تقدم من الأدلة هذا الحكم القضائي حرام فإذا كان هذا الحكم القضائي حراما الشاهد يريد أن يعين القاضي من أجل الوصول إلى هذا الحكم القضائي والقاضي يعين هذا الشاهد للوصول إلى غرضه وهو هذا الحكم القضائي لاحظتوا؟ حينئذ يحصل تعاون بينهما على الإثم والعدوان يحصل تعاون بينهما على الإثم حتى لو لم يكن فيه عدوان يحصل تعاون على الإثم على المعصية من هنا يحرم يقول هذا متى؟ فيما إذا كان هذا الأمر متى يكون؟ عندما يكون غرض الشاهد هو الوصول إلى الحكم هو الوصول إلى فصل الخصومة إذا صار هدف الشاهد هو الوصول إلى فصل الخصومة إلى الحكم القضائي وكان غرض القاضي فصل الخصومة أيضا فصل الخصومة ما هو؟ حرام فصل الخصومة إنما يكون بهذا الحكم القضائي الجوري الظلمي الذي هو نوع من الظلم الذي هو نوع من التصدي إلى منصب لم يأذن الله تعالى فيه هذا الشخص غير مؤهد الأئمة عليه السلام لم يأذنوا لمثل هذا الشخص مثلا غير المجتهد لم يأذنوا لغير المجتهد بأن يتصدى للقضاء فإذا لم يأذنوا له بالقضاء يكون تصديه حراما ويكون حكمه حراما فصله للخصومة حراما فإذا كان هدف الشاهد الوصول إلى فصل الخصومة إلى حل النزاع حل المشكلة واضح حتى إحقاق الحق بنظره يريد يحاول أن يصل إلى إحقاق الحق ولكن من خلاله هذا الحكم الجائر من خلال هذا الحكم القضائي الذي هو حرام كان تعاونا على الإثم تعاونا على الحرام واضح يقول بلا إشكال ظاهر لأنها هذه الشهادة لأنها معاونة على الإثم المعاونة طبعا لاحظوا جيدا المعاونة تكون من طرفين تعاونة زيد وعمر يعني إثنان أكثر من شخص يتعاونان على هدف واحد يتعاونان على شيء واحد بينما الإعانة لا ربما يصير إعانة من طرف الثاني لا يعين الأول الأول يعين الثاني ولكن الثاني لا يعين الأول تارة أخرى لا يحصل تعاون من الطرفين من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى نتيجة واحدة الشاهد يريد ماذا؟ أن يفصل هذه الخصومة أن يحل النزاع من خلال هذا الحكم القضائي القاضي ماذا يريد؟ أيضا فصل الخصومة وحل النزاع من خلال هذه الحكومة فهذا الحكم القضائي يكون ماذا؟ يكون الطرفان الشاهد والقاضي متعاونين من أجل الوصول إلى هذا هذا الحكم القضائي إلى هذه النتيجة إلى فصل الخصومة لاحظت هذا التعاون الآية الكريمة قالت ولا تعاونوا لم تقل ولا تعينوا قالت ولا تعاونوا هذا نص الآية إذن نص الآية يحرم حالة التعاون يعني أن يعين الطرف الأول الثاني ويعين الثاني الأول من أجل الوصول إلى هدف واحد إلى نتيجة واحدة واضح؟ هنا في المقام هي الحكم القضائي قل هذا حرام إذا كان المقصود من الشاهد إذا كان مقصود الشاهد هو فصل الخصومة كان شنو؟ كان تعاونا على الإثم تعاونا على الحرام قال لأنها معاونة على الإثم إذا كانت الشهادة يعني اسم كان ما هو؟ الشهادة إذا كانت بقصد فصل الخصومة هذه الشهادة إذا كانت بقصد فصل الخصومة تكون ماذا؟ تكون تعاونا على الإثم لأن فصل الخصومة هنا لا يكون إلا من خلال حكمه هذا الحاكم الجائر هذا القاضي غير المؤهد لاحظتم؟ والقاضي ما الذي يريد؟ يريد أن يحكم يريد أن ينفذ هذه السيطرة وهذه السلطة وماذا؟ ويفعل هذا المنصب بغير حق يريد أن يفعل هذا المنصب بغير حق بغير استحقاق هو ليس مستحقا لهذا المنصب فيتعاونان على الإثم يتعاونان على الحرام فيحرم الشهادة تكون ماذا؟ محرمة حينئذ عمل الشاهد يكون حراما أيضا قال لأنها معاونة على الإثم إذا كانت يعني هذه الشهادة بقصد فصل الخصومة وإلا إذا لم تكن بقصد فصل الخصومة وإنما كان المقصود ما هو؟ كان المقصود بيان مظلومية هذا المشهود له بقطع النظر عن فصل النزاع عدم فصل النزاع يحصل حل لا يحصل حل تحصل ماذا؟ يحصل حكم ماذا من هذا الحاكم بالنحو الذي يرغب فيه أو لا؟ على أي حال هو هدفه ما هو؟ هدفه شيء آخر لنفترض هدف هذا الشاهد فرضا هو البيان بيان الحقيقة يريد أن يبين ما شاهده يريد أن يبين ماذا؟ ما رآه ويبين حقيقة مظلومية هذا الإنسان المظلوم مثلا بقطع النظر عن أن الحاكم وأن القاضي سيحكم له سيحكم له أو لا يحكم له هو يريد في المحكمة في محكمة الجور يريد أن يثبت هذه المظلومية مثلا وليس مقصوده ماذا؟ ليس مقصوده أن مثلا أخاه أن صديقه سوف يأخذ ماذا؟ يأخذ الشيء المطلوب حتى إذا لم يأخذه ولكن من أجل أن يقال أن فلان الفلاني أن هذه الشخصية الفلانية أن الوجيه الفلاني أن الشخص العادل الفلاني إمام الجماعة الفلاني شهد بالحق بيان الحق هو خرج عن المسؤولية أقام ماذا؟ أقام الحجة على الآخرين بيان حق هذا المظلوم لاحظتوا؟ حينئذن حينئذن ليس المقصود هو فصل الخصومة بقطع النظر القاضي يحكم له لا يحكم له مو هذا هدفه هدفه أن يبين ماذا؟ أن يبين هذه الحقيقة أن يكشف هذه الحقيقة مثلا فرضا حينئذن هل أن هذا العمل حرام؟ القاضي يريد أن يكشف الحقيقة؟ لو يريد أن ماذا؟ يريد يريد أن يثبت هذا المنصب لنفسه يريد أن يفعل هذا المنصب لنفسه يريد أن يقول أنا قاضي أنا أحكم أنا أحكم بما أشاء أنا أحكم بما أراه أنا قاضي وأنا مؤهل للقضاء هذا ما يريده القاضي بينما ما يريده الشاهد ليس ذلك ليس هو الحكم ليس من المهم أن يحكم القاضي أو لا يحكم هو يريد أن يشهد و أين يشهد؟ يشهد في محكمة الجور في محكمة هذا الظالم في محكمة هذا السلطان الجائر يريد أن يقول كلمة الحق يريد أن يقول كلمة الحق عند هذا السلطان الجائر لدى هذا القاضي الجائر تحطوا من خلال هذه الشهادة يريد أن يبين الحق حين أن نستطيع أن نقول ماذا؟ لا يعين القاضي على مراده على مرامه على ما يرغب فيه لا وإنما هو يريد هدفا آخر يريد أن يبين شيئا آخر حينئذ هل نستطيع عن هذا نقول هذا تعاون على الحرام لا لأن الهدف المقصود للشاهد غير الهدف المقصود للقاضي لاحظتوا هذا يختلف عن ذلك إذا كان الهدف مختلف وكان هدف الشاهد أمرا محللا كان هدف الشاهد شيئا حلالا وليس بحرام فحينئذ لماذا نقول بأنه هذا تعاون تعاون على الإثم لا أول الكلام هذا ليس تعاونا على الإثم لأنهما لم يتعاون على أمر محرام القاضي القاضي أعانى الشاهد لأجل تحصيل غرضه ولكن هو يبدو بحسب ماذا بحسب توهم القاضي أن هدف الشاهد هو فصل خصومة ولكن في حقيقة الأمر أن هدف الشاهد ليس فصل خصوم وإنما هدفه هو إحقاق الحق وقول كلمة الحق لاحظتوا فحينئذ لا يندرج تحت عنوان التعاون على الإثم والعدوان لا يصدق عليه أنه تعاون على المعصية تعاون على الإثم في المقام واضح وحينئذ إذا لم يصدق التعاون فهل يكون حراما أو لا السيد رحمه الله يقول أنه لا يصدق وإلا ففي صدق المعاونة على الإثم إشكال بل لا يبعد عدم الصدق ما يصدق التعاون تعاون على الإثم الآن الشاهد قد يقال أنه أعانى القاضي من أجل أن يحصل على هدفه وهو الحكم ولكن القاضي أعانى الشاهد على الوصول إلى هدفه وهو الحكم لا وإنما أعانه على الوصول لهدفه وهو بيان الحق بيان الحق غير ماذا غير الحكم هو الشاهد بيان الحق والقاضي لم يعنه على ذلك هو بيان هو بنفسه بيان ربما القاضي يحكم بشيء مخالف لا يرتضي شهادة هذا الشاهد يرفض شهادة هذا الشاهد ويقبل شهداء الزور ما يقبل شهادة هذا الشاهد بالحق ويقبل شهادة شهداء الزور مثل بس بالنتيجة أن الشاهد بيّن كلمة الحق فحينئذ هل أن القاضي يكون معينا له على هدفي لاحظت فلا يحصل التعاون لا يصدق أنوان التعاون على الإثم دقق جيد وحينئذ يشكل تحريمها لا نستطيع أن نقول أن هذه الشهادة تكون محرمة اللهم إلا من جهة أخرى قد تكون محرمة باعتبار أن وظيفة المؤمن وظيفة المؤمن هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب هل أن عمل القاضي غير المؤهل للقضاء عمله حكمه هذا حكمه حلال أو حرام واضح أنه تقدم بيّن أنه حرام فإذا كان حراما مقتضى وجوب النهي عن المنكر أن ينهى عن ذلك ولو من خلال الامتناع عن ماذا الامتناع عن الشهادة له الامتناع عن إقامة هذا المجلس مجلس ماذا مجلس القضاء الباطل مجلس القضاء الذي ماذا الذي نهي الشرع الشريف عنه فحينئذ المقتضى النهي عن المنكر أن لا يقوم بمعونة هذا القاضي للوصول إلى هدفه فمن هنا نستطيع أن نقول أنه قد يحرم من باب النهي عن المنكر والأمر من معروف وأيضا يصدق عليه أنه إعانة على الإثم هو ليس تعاونا على الإثم ولكن الشاهد يعين القاضي من أجل أن يصل إلى هدفه قد يصير الإعانة من طرف واحد الشاهد يعين القاضي من أجل الوصول إلى هدفه وهو فصل الخصومة القاضي ماذا يريد الحاكم يريد أن يحكم يريد أن يفعل هذا المنصب منصب القضاء يقول للناس لاحظوا أنا قاضي وأنا حكمت في القضية الفلانية لاحظتوا هكذا فإذن هو يريد القاضي يريد أن يفعل هذا المنصب وأن يستخدم هذا المنصب الشاهد أعانه على هذا الحرام بشهادته كأنما قوم هذا المجلس وعان على وجود هذا المجلس خصوصا إذا كان الشهود قليلين يعني لم يكن هناك شهود كافيين في القضية هذا الشاهد جاء وكان متمم للموضوع كان متمم للقضية فيكون معينا للقاضي من أجل أن يقضي وأن يصل إلى هدفه المحرم وهو القضاء وفصل الخصومة والحكم بغير ما أنزل الله الحكم بغير حق حتى إذا كان موافقا حتى إذا كان موافق للحق ولكنه حكم من دون استحقاق حكم من دون استحقاق واضح فهذا حرام على أي حال هذا حرام حكم القاضي حرام جيد فمن هنا قد يقال أنه يندرج تحت عنوان الإعانة على الإثم وإن لم يكن تعاونا على الإثم يعني من الطرفين ولكنه في حقيقة الأمر لا إشكال أنه إعانة على الإثم من طرف واحد من طرف الشاهد فمن هنا قد يقال بتحريمه على كل حال حتى إذا كان هذا الشاهد غرضه إحقاق الحق وبيان الحقيقة وكشف الحقيقة بس بالنتيجة أن كشف الحقيقة لابد أن يلحظ هل أن كشف الحقيقة ماذا أهم من إمضاء قضاء هذا القاضي بالجور الذي استولى وتسنم هذا المنصب من دون استحقاق هذا منصب خطير منصب القضاء فكأنه يصير إمام الجماعة يكون إمام الجماعة كأنما معينا لهذا القاضي أن يقضيه من دون استحقاق يكون هذا القاضي ماذا كأنما مأذون كأنما مشجع كأنما معان من قبلي من قبلي هذا إمام الجماعة هذا الإنسان العادل هذا الإنسان الوجيه هذا الإنسان المتدين فينبغي المتدين أن يمتنع عن ذلك يقول إلا من باب الأمر بالمعروف على تقدير اجتماع شرائضه قلنا ليس فقط من باب الأمر المعروف قد يدخل أيضا في باب الإعانة وليس باب التعاون ولكن هو يدخل في باب الإعانة فلاحظوا جيدا وقد تبين من خلال الأبحاث السابقة أن الإعانة على الإثم حرام كما أن التعاون على الإثم حرام على ما ذكرناه في رواية سابقة من أعانى ظالما قرأناها في الدرس السابق من أعانى ظالما على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطا لم يزل الله عليه ساخطا حتى ينزع عن معونته حتى يترك هذه المعونة هذه الإعانة هذه الإعانة حرام هذا الشكل مفاد هذه الرواية الشريفة بناء على ذلك بناء على تحريم الإعانة على الإثم وليس فقط تحريم التعاون من الطرفين على الإثم لا حتى الإعانة من طرف واحد هي حرام حينئذ تكون هذه الشهادة إعانة على الإثم فدققوا جيدا قال إلا من باب الأمر المعروف على تقدير اجتماع شرائطه طيب قال والمال الذي الماتن الآن يقول والمال الذي يأخذ بحكمه حرام هذا المال الذي يستولى عليه من خلال حكم هذا القاضي غير المؤهل للقضاء هذا القاضي لما كان غير مؤهل للقضاء حينئذ أخذ المال استفاء المال الذي حكم به يكون حراما أيضا يقول والمال الذي يأخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا لنفتره هو هذا واقعا هو أخ لهؤلاء الأخوة ولكن والده تزوج والدته مثلا بالسر هو واقعا مستحق للميراث هو واقعا وارث لهذا الميت واقعا هو وارث ولكن على أي حال بالنتيجة ما دام قد أخذ قد أخذ هذه الحصة من الميراث بحكم الجائر بحكم الظالم بحكم القاضي غير المؤهل للقضاء فإذن يكون هذا المال حراما ما هو الدليل على ذلك يقول هذا هو المعروف السيد الشارح يقول هذا هو المعروف والدعية عليه الإجماع وماذا يمكن أن نستفيده أيضا من بعض الأدلة من قبيل من قبيل ما تقدم في رواية في رواية ابن حنظلة المقبولة كما يقولون مقبولة عمر ابن حنظلة من تحاكم إليهم في حق أو باطل لحظوا هذه الرواية من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له فهو وارث في علم الله هو وارث وبحسب ماذا بحسب الدليل القائم عنده هو وارث وهو مستحق للميراث ولكن استحقاقه للميراث لا يعني تقوية هذا الإنسان الظالم لا يعني تسويغ إعانة هذا الظالم لا يعني ماذا إمضاء قضاء هذا الظالم القاضي بغير استحقاق لاحظتوا فمن هنا يصير حرام فحين أن تكون حرمته في الحقيقة حرمة ثانوية وليست حرمة بالعنوان الأولي هذه الحرمة لا تكون حرمة ثابتة بالعنوان الأولي وإنما هي حرمة ثابتة بالعنوان الثانوي من هنا يقول السيد أن هذا الشيء يمكن إثباته من خلال هذه المقبولة وفي حقيقة الأمر يكون هذا التحريم تحريما ثانويا لأن بنعنوان الأولي بالعنوان الأولي ماذا بالعنوان الأولي يكون هو الإنسان وارث فهو مستحق لهذا المال ولكن بالعنوان الثانوي حيث أن أخذه للمال كان بواسطة حكم هذا القاضي غير المؤهل حكم الجائر حكم الظالم حينئذ يكون حراما فيصير بالعنوان الثانوي وليس بالعنوان الأولي قال كما هو المعروف والمدعى عليه الإجماع ويقتضيه صريح ما تقدم من مقبولة ابن حنضله ومقتضى مقتضى أطلاق هذه الرواية مقتضى أطلاق هذه الرواية هذه الرواية التي هي رواية عمر بن حنضله مقتضى أطلاقها أنه لا فرق بين أن يكون هذا الشيء المأخوذ هذا المال المأخوذ أن يكون دينا مثلا هو في ذمة ذلك المديون فالقاضي بقدرته بسلطته بجوره بظلمه يجبر ذلك الشخص ذلك الذي المديون يجبره على أن يدفع المال إلى الدائن هذا الشكل يجبره على دفع المال هذا في صورة الدين قد يقال أن هذا حرام لأنه إن كان ذو عسرة فالنظيرة إلى ميسر اترك المديون الآن حتى تحصل على حكم قضائي من قاض عادل من قاض مؤهل لا أن تأخذ الحكم بماذا؟ بواسطة حكم القاضي غير المؤهل هذا الشكل ولكن يقول لا بإطلاق هذه الرواية بمقتضى إطلاق هذه الرواية أنها تشمل حتى ما إذا كان الحق عينا كما في مثال الميراث غالبا الميراث الشخص الذي يورث عادة تكون عنده بعض الأعيان يكون عنده خاتم يكون عنده ملابس حال الأقل يكون عنده ملابس يكون عنده دثار وفراش مثلا ينام عليه شيء يعني بالنتيجة حتى أبسط الأمور قد يكون عنده أكثر من ذلك يكون عنده دار يكون عنده محال يكون عنده شيء إلى آخر فعلى أي حال الحالة المتعارفة أن يكون عنده بعض الأعيان نقود شيء من النقود هذه أعيان وليست دينا في ذمة الناس أعيان موجودة نقد من قبيل نقد موجود أو من قبيل ثوب ولباس موجود أو من قبيل ماذا عمامة موجودة أو من قبيل ماذا خاتم موجود وهكذا لاحظتوا فهذه الصير عين فيقول بمقتضى إطلاق هذه الرواية أنها تكون شاملة لما إذا كان هذا المال المأخوذ دينا وحتى إذا كان عينا قد يقال أنه قد يقال أنه إذا كان عينا هو هذا بعينه هذا الثوب بعينه هو حقي وملكي فما معنى أن يكون حراما علي الآن في مثال الدين يعني يجبر ذلك المديون على أن يهيأ أموال فيعطيني إياها لاحظتوا أما في صورة العين لا هي هذه هذا الثوب بعينه وملكي قد يقول الوارث الآن يقول هذا هو بعينه ملكي كيف يصبح حراما يقول بل حرام ولكن حرمته بالعنوان الثانوي لا نقول أن هذا الثوب ليس لك لا هو الثوب لك لا نقول أن هذه الأرض ليست لك لا نقول أن هذه الدار ليست لك لا هي لك كلها لك ولكن لا يحق لك أن تأخذها بواسطة حكم الحاكم الجائر وحكم القاضي الجائر لاحظتوا في صورة الأنوان الثانوي كما بينا قال وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين الدين والعين بل لعل ظاهر ما في صدرها من فرض التنازع في الدين أو الميراث ذلك لأن الميراث في الحالة المتعارفة في أغلب الأحيان الميراث يكون في بعض أجزائه عينا من الأعيان لا أقل بعض أجزائه إذا لم تكن جميع الأجزاء كل الميراث إذا لم يكن جميع الأجزاء هي ماذا؟ هي كلها أعيان فلا أقل بعض الأجزاء أعيان بعض هذه بعض هذا الميراث يكون من الأعيان فيقول إذ حمل الميراث على ما كان دينا بعيد جدا أن نفترض أن المقصود من الميراث الذي تقع عليه المنازعة تقع منازعة لأجل هذا الميراث ومع ذلك هو يبقى دين هو بس مجرد دين لأن المورث مثلا لأن المورث لم يكن له أعيان موجودة ليس لديه شيء من النقد ليس لديه ملابس أصلا وليس لديه شيء يورث من الأعيان وإنما عنده ديون على الآخرين في ذمة الآخرين فقط هذا بعيد جدا افتراض قضية بهذه الكيفية بعيد جدا فإذن معنا أن المقصود في الرواية أن المقصود بالرواية هو تعميم الحكم بالتحريم سواء كان المال المأخوذ دينا في ذمة الناس ويجبر هؤلاء الناس على تهيئة هذا الدين ويعطائه ماذا للمستحق أو أن يكون أعيان حتى لو كان أعيان هو حرام وعلى هذا فالتحريم المذكور من قبيل التحريم بالأنوان الثانوي فيحرم التصرّه فيه كما يحرم التصرّف في المغصوب طيب قد يخال أننا يمكن أن نحمل أن نحمل هذه الرواية على معنى آخر هذا يأتي الحديث عنه والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد انتonge وآل محمد اللهم صل على محمد بشيء اللهم صل على محمد